في الحقيقة احنا دايماً لما بنتكلم على مهرجان العالمين بنتكلم على فعاليات مختلفة بتقدمها لنا إدارة المهرجان احنا بنتكلم على فعاليات رياضية زي ما يمكن اتكلمنا عنها كثير مبارح وثقافية زي ما قولنا من شوية وكمان فنية في الحقيقة الجميل أنه إدارة المهرجان السنة دي حرصت على أنها يعني تقدم لنا كده باقة من الفنانين المصريين والعرب اللي هم ليهم باع طويل من النجاحات مع جمهورهم يعني احنا النهاردة بنتكلم على فنان كبير قادم الساهر وغيره من الفنانين سعد ماسي وغيرها من الفنانين العرب اللي بيشاركوا السنة دي وده لأن احنا بنهدف له جذب نوع كمان من السياحين المختلف حرصت إدارة مهرجان العالمين على الترويج لحفل الفنانة الكبيرة مجدى الرومي المقرر إقامته خلال فعاليات النسخة التانية من المهرجان يوم 19 يوليو المقبل في مدينة العالمين الجديدة طبعاً الست مجدى الرومي دي حالة كده مختلفة حاجة كده كلنا بنحبها كل الأجيال بتحبها وبتسمعها وبتحطنا في مود مختلف ويا سلام بقى لما يبقى معاها المايسترو نادر عباسي يعني حاجة كده بتبقى خطيرة كما أتيحت كمان تذاكر الحفل عبر موقع تذكرتي الإلكتروني ونشر الحساب الرسمي للمهرجان عبر فيسبوك صورة لبوستر الحفل تصدرتها طبعاً النجمة الكبيرة مجدى الرومي والموسيقار الكبير العالمي نادر عباسي معلقة عليها مفاجآت مهرجان العالمين لا تنتهي انتظروا صاحبة الصوت المميز الفنانة الكبيرة مجدى الرومي بصحبة المايسترو العالمي نادر عباسي يوم 19 يوليو ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة 20-24 حقيقة إن الموسيقار الكبير نادر عباسي هيقدم حفل موسيقي لأبرز ألحان الموسيقار عمار الشريعي وتكريم أعماله العظيمة اللي هو في الحقيقة نقدر يقول عليه بحر لا ينتهي من الألحان المصرية الأصيلة اللي وصلت للعالمية ده هيكون بالاشتراك مع المغنية كارمن سليمان يعني كارمن كمان صوت مهم جدا وجميل جدا جدا